اشتركوا في القناة وينضي في طريقه لا يتوقف لا يستجيب لصرخة ملهوف ولا لحسرة مفارق فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد وإن للموت سكرات وللقبر ظلمات وللنار زفرات فاعمل قبل أن يقال مات مسكين ذلك الذي مات دون زاد أو كان زاده قليلا وللموت لحظة تخرج فيها الروح وهي من أشد اللحظات التي يمر بها الإنسان وتسمى بسكرات الموت وهي لحظة خروج الروح من الإنسان اللهم هون علينا سكرات الموت وأحسن ختامنا يا رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن الموت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فسكرة الموت من أشد العواقب التي يواجهها الإنسان قبل رحيله عن هذه الحياة الدنيا وإن شدة الألم في سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقها والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه حتى لم يق جزء من أجزاء الروح المنتشرة في أعماق البدن إلا وقد حل به الألم فلا تسل عن بدن يجذب من كل عرق من عروقه ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجيا الواحد تل والآخر ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة اللهم هون علينا السكرات والكربات حتى يبلغ بها الحلقوم فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها فلا تسل عن طعم مرارة الموت وعن كربه عند تراد في سكراته ويشعر الإنسان حينها بصعوبة بالغة جدا في نطق الكلمات وإخراجها من الفم بعد سلاسة تعود عليها طول حياته فلا شدة يلقاها المؤمن في الدنيا أعظم من شدة الموت وفي لحظة الموت يعاين المرء المحتضر ما هو قادم عليه من رحمة نسأل الله ذلك أو من عذاب نعوذ بالله إذ يرى ما أعد الله عز وجل له من جنة أو نار بشارة أو إنذار بتلك المرحلة وهي مرحلة سكرات الموت بأصعب وأقسى المراحل يكشف الغطاء عن بصره كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فيرى الإنسان المحتضر حوله ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتناقشون في أمره وحاله فنظره إليهم وهو ينتظر أمرهم وكيف يكون ذلك؟ هل سيكون من أهل الرحمة؟ فتقبضه ملائكة الرحمة نسأل الله ذلك أم إنه سيكون والعياذ بالله عز وجل من أهل النار فتقبضه ملائكة العذاب بكل قسوة نعوذ بالله من ذلك أما عن الأمور التي قد تخفف سكرات الموت عن الإنسان المسلم المحتضر منها صلته لقرابته ورحمه وبره بوالديه كما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا وبوالديه بارا فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا إن سكرة الموت شديدة وموجعة جدا على الكفار أولئك الذين نسوا ربهم عز وجل والذين عصوه وظلوا الطريق المستقيم فكانوا يعصون الله عز وجل يزنون ويسكرون ويفعلون الموبقات نعوذ بالله تعالى فالموت حقيقة لا بد أن يذوقها كل إنسان فكل نفس ذائقة الموت وما له من سكرات وزفرات وإن القبر أول منازل الآخرة فإذا انصرف أهله تعاد إليه روحه ويأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وإن الكافر وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على توحيدك ربنا وسنة نبيك قرآنك والسنة اللهم آمين وأحسن ختامنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم اجعلنا في الدنيا مما اللسان حالهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته